هذا وقضت قوة الجيش الوطني على ستة ارهابيين ثلاثة منهم بغابة الكحلة ببلدية الاربعطاش دائرة خميس الخشنة ولاية بومرداس وثلاثة ارهابيين بغابة تيمليلين تابعا اداريا لبلدية افليسن بدائرة تيكزيرت وعلى شريط الغبي الحدودي مع قرية ايت ارهونة تابعا اداريا لبلدية ازفون شمالا ولاية تيزيوزو حيث تمكنت قوة الجيش كذلك من استرجاع قطعتي سلاح رشاش من نوع كلاشيكوف وهواتف نقالة في حين استشهد عسكريين اثنين اثر عملية تمشيط بغابات المنطقة وحسب المعطيات المتوفرة لدى تليفزيون النهار فان العملية اتت اثر عملية باشرتها مصالح الجيش امسية تلتاء وتمكنت على اثرها من محاصرة مجموعة ارهابية معتبرت العدد دخلت معها في اشتباكات دامت لقرابة نصف ساعة من السمنة اشتركوا في القناة